الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة المخدرات فيكتور إيفانوف بأن تجارة المخدرات الأفغانية تمويل حوالي 20 ألف إرهابي في سوريا ونقلت وسائل إعلام روسية عن إيفانوف قوله يمكن أن تضمن مجموعات إجرامية دولية تدفق عدد هائل من المجرمين والمرتزقة من بعض الدول إلى أي ركن في العالم وذلك عن طريق تمويلها من خلال أرباح بيع الهيروين وتابع في حديث مع ممثلين عن الجامعة العسكرية القومية الباكستانية أنه على سبيل المثال فإنما بين 15 إلى 20 ألف مرتزق متواجدون حاليا في سوريا